السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة الملك نرجو الاشتراك في القناة من فضلكم على بركة الله نبدأ إذن هذه الصفحات 25-26 وهذاك الشرح المجم اللي كان في الصور بطبيعة الحال إذن أنست إلى تلاوة الآيات بخشوع ورتلها أفهم وأعبر شفائيا عن هذا الفهم على أين حس الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله إن صورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي صورة تبارك أي صورة الملك وهي صورة تبارك الذي بيده الملك سنن الترميدي أو الترميدي كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل صورة الملك فهل تتطلع لمعرفته أو دراستها نعم أتطلع بكل شوق لمعرفتها ودراستها إذن ندي الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقل بليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء نلتمو إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بدمبهم فسحقا لأصحاب السعير إذا كما كتشوفوا التحت أعززوا ترتيلي وركزوا السماعي للنطق بـ لاحظوا أن هذه كتدة تحت نقطة هذه كراء تحت نقطة قندير الأيمال منظر ترى ترى فا طباقة ما ترى ما ترى ما ترى ما نقول ما ترى دنيا دنيا دي تسمى الإيمالة مهم فيما تلقى شي كلمة في القرآن في المصحف كتكون تحت نقطة كبيرة تسمى الإيمالة تسمى هذه القاعدة الإيمالة علامتها في المصحف حذف الفتحة ورسم نقطة كبيرة كبيرة جدا تحت الحرف إذن هذه الشروحات أبحث فيما جميل الشرح اللي عنكم في صفحة 92 طبيعة الحالة هو الملك الأمر والنهي والسلطان خلق الموت تقدره أزلا ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم رباقة سماء فوق سماء تفاوت اختلاف فطور تصدع أو خلل كرتين مرة بعد مرة خاسئا صاغرا حسير كليل من كترة المراجعة بمصابح كواكب مضيئة أو نجوم رجوما لشياطين بانقضاد الشهوب من السماء عليهم شهيقا التنفس بقوة تفور تغلي كالقدري على النار تكاد تميز من الغيض تتقطع وتتفرق هنا تاني عدنا جوجنا فوج جماعة من الكفار صحقا فبعدا من رحمة الله تعالى إذن لماذا خلق الله تعالى الموت والحياة خلق سبحانه الموت والحياة ليمتحن الناس أيهم أحسن عملاء وأيهم أتقى لله تعالى فمن نجح في هذا الابتحان دخل جنة النعيم ومن فشل ذاق العذاب أستخدص صورة لقدرتي تعالى وأعبرنا بأسلوب مثلا نقول قدرة الله تعالى تجلى في خلقه فهو الذي خلق السماوات بدون خلالين أو عبادة من الصورة من هذه الصورة الملخ دينا هذه أنه تكلم لنا على السماوات والأرض قال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت إذن هنا الصورة ديالله القدرة دياله الصورة بالصاد يعني صورة قدرة الله تعالى تجلى في خلقه فهو الذي خلق السماوات بدون خلال أو عب أحكي بأسلوب خاص حوار الملائكة مع الناحي قالوا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير إلى الموعدة تستفسر الملائكة أصحاب النار عن سبب دخوله من نار هل بسبب عدم إرسال الله تعالى من مبلغا ومنذرا ورسولا فكان جوابهم اعترافا بتكبرهم وعدم اتباعهم للرسول والأنبياء مما جعلهم يضوقون أشد أنواع العذاب إذا أعززوا تعرفي على الله من خلال المظاير خلقية يعني أنت بتتأمل في الكون ممكن تشوف غير واحد فراشة صغيرة في الحديقة مثلا أو فوق الأزهار أو نحلة أصنام العسل فالتدبر في هذه المخلوقات الصغيرة يجعلنا نعرف عظمت الخالق سبحانه لأن في هذا الجزء لم نذكر حالة أصحاب الجنة هنا على هذا السؤال هذا أذكر حالة أهل الجنة ما نذكرش في هذا الجزء لما أعرف في شغل طوك شبوه مهم في هذا الجزء لم تذكر حالة أصحاب الجنة ولكنهم في الجنة خالدون حالة أهلهم أنهم سعداء في الجنة أنهم على صرورين وأنهم منعمون بالخيرات أتبار في الحفظ هنا ما لدينا شيء حاجة صار فيك تكتب هنا تكتب آية تجبك أكتبها هذه أكتب خط النجوم أقدر تكتب هذه ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابح بحط خط جميل أنظر إلى الكواكب والنجوم في سماء أقول سبحان الله المبلع العظيم وتبحث هنا يا بحث عن مظاهر العظمة في خلق الله تقدر تكتب غير في جوجل مظاهر عظمة الله في خلق النجوم ويخرج لك بحث صلوا على رسول الله